يسد أصدارة الهيئة العامة للغذاء والتقذية قرارا يلزم أصحاب المطاعم والمقاهي والكفاتريات وجميع المنشآت الغذائية والبسطات ومخازن المواد الغذائية بضرورة تقيد جميع العاملين فيها بارتداء الكمامات والقفازات أثناء قيامهم بتداول وتقديم المواد الغذائية وفي إطار حرص الهيئة على متابعة أعمالها تقوم بجولات تفتيشية على بسطات السمك الموجودة داخل السوق الكويتي والحرص على التأكد من سلامة تلك الأسماك والتأكد من مصادرها في موضوع الشائع اليوم طالع موضوع بالسوشال ميديا أن الأسماك التي دخلت الكويت في بلدان من غير نذكر ساميها هي بلدان موبوءة فهذه الأسماك طبعاً ادخلت بوراق رسمية معتمدة وعن طريق الهيئة العامة للغذاء والتغذية إدارة الأغذية المستوردة واتخلت البلاد والأسماك سليمة 100% وما فيها أي شيء وبالعكس تم فحصها فحص ظاهري يعني تم عليها الكشف لم نجد فيها مثلاً رائحة كريهة أو ضمور في العينين أو تهتك في الأحشاء الداخلية مثلاً تدلع أن هذه السمك غير صالح للسلاك العادمي بالعكس الزبيدي كان مضبوط ونظيف ومي بالمي علماً بأنه تم أخذ منها العينات لإرسالها إلى مختبر رزارة الصحة للتأكد أيضاً من صلاحية المادة الغذائية هي الزبيدي ترجمة نانسي قنقر